بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى يا سادة احنا دلوقتي بنعيش ظرف صعب شوية ان الناس اكترهم محتاجين من بعض احساسهم بالامان والحقيقة كنا زمان من قريب كنا لما الانسان يكون متدين كان علامة التدين عنده ان هو يبقى طيب طيب يعني ايه طيب يعني وشه منور وقلبه منور فكنا بنعرف الكلام ده ازاي كنا بنعرف الكلام ده من عدة امور عشان كده النهاردة في جاليس بنتكلم عنه هيبدو ان الكلام ده عنه اتقال كتير بس احنا عايزين نتكلم عن الجاليس ده بشكل تاني عايزين نتكلم عن جاليس اسمه الكلمة الطيبة انا النهاردة عايز اتكلم عن الجاليس ده اللي هو الكلمة الطيبة اللي هي الكلمة المطيبة مش بس ان الكلمة تكون في نفسها طيبة لكن كمان الكلمة تكون مطيبة الناس موجوعة الناس في امس الحاجة لكلمة طيب خواطره يا سادة أنا مش قادر أفهم إن واحد يبقى طيب دلوقتي وما يكونش حاسس بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة يعني إيه صدقة؟ في ناس مسكين نفسهم فقيرة نفسهم بتتوجع نفسهم بتتألم ومن غير الكلمة الطيبة احتمال كبير ما يقدروش يكملوا حياته وعشان كده لو عايز تبقى طيب وافتكر كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة عايز تبقى موصوف إن انت عندك طيابة وطيب لازم تعرف إن من أهم معايير الطيابة إن يكون الشخص بيلتمس الأعذار للناس وهو بيكلمهم يكون ملتمس للأعذار وده شيء مهم جدا لازم نفهمه يبقى الطيبة لها معايير من أهم معاييرها إن الشخص يكون بيلتمس للناس الأعذار مش بيتسيض لهم الأخطاء ولا وقف لهم على الوحدة لأنه لو وقف لهم على الوحدة ده إنسان مش طيب الناس من حقهم يجربوا واختلفوا معاك واختاروا في حياتهم اختيارات غير اختياراتك يبقى إيه اللي حاصل يبقى سيب الناس يبقى عندها ساعة في حياتهم وما تتعنتش معاهم ولا تخليهم يحسوا بإن نفسهم ديقة وتعمل أحكام دائمة على الناس فأنت لازم تتوقف عن الحكم على الناس لازم تبقى حنين عارف ليه حنين لأن الحنان رحمة رحمة بجماله وبدفقه وبمعنى الود اللي ساكن جواه ولذلك الإنسان الحنين ده هو شخص ربنا غرس فيه معنى قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا اللي عايز بأباء من الناس اللي عندهم ود الرحمن سبحانه وتعالى لازم يكون صاحب إيه؟ صاحب حنان وأعظم حنان ممكن تشوفه هو حنان الكلمة الطيبة كلمة الطيبة اللي تيجي على الخواطر وتطيبها ليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة عشان تعمل إيه؟ بتطلع الحاجات الصادقة من داخل الإنسان تطلع أحسن ما فيه وعشان كده فيه ناس عندهم احتياج للحنية زي اللي فقد حد من عزيز عليه فقد والدته فقد والده فقد زوجته فقد صديقه الفقد بيخليه محسين بالاحتياج للحنية وكمان اللي ترابه في بيئة ما بتستحملهمش وبيكونوا طول الوقت محتاجين حنية وحد حنين حوالهم ومبيلوهوش وفيه زوج محتاج حنية حنية زوجه وزوجها محتاجة حنية زوجها وبنسمع كتير من الستات بتشتكي وتقول لجوزها انت عمرك ما قلتلي كلمة حلوة هو ظن ان هو لو قال لها كلمة حلوة زي ما بنقول كده في المزاح بتاعنا تقول له انت عمرك ما قلتلي كلمة حلوة قال لها هاريس لا هي مش عايزك تقول لها كلمة حلوة هي عايزك تفهم ان هي عايزة يتجبر خطرها هي عايزة تيجي الكلمة الحلوة على الوجع فتنسيها وجعها تخسل لها قلبها من الوجع ولازم نعرف ان الكلمة الحلوة والود ده للقريب والغريب مش للقريب بس مفيش زوج ولا زوجة مش بيتأثر بالكلمة الطيبة من شريك حياته مهما كان مهما كابر ومهما قال انه مش محتاج بكلمة طيب مهما قال ان الكلام الحلو ده كلام فاضي واحنا اكبار على الكلام ده واحنا مش محتاجين لده هو كان فيه اكبر من من ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام الطيب مع السيدة خديجة والسيدة عائشة وزوجاته ليه طيب عشان هما محتاجين الكلام الطيب حتى وان كانوا امهات المؤمنين من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشة قال ليس عن هذا نسألك اه ولكن الرسول الله يريد ان يرسل رسالة لعائشة انه يحبها ويرسل لها كلمة طيبة عشان تبقى عايشة في امان المشكلة هنا ان بعض الناس بيعتبر الكلام الطيب ده ناقص في رجلته ازاي يبقى راجل يعني ويقول كلمة طيبة لحد ولان ده عايقل من ايه من كرمته او الست لو قالت كده عايقل من كرمته لانها ست امان ليه بنفرح لما نسمع كلمة حلمة ونزعل قوي لما ما يتقلناش ده ازاي كنا احنا مش محتاجين للكلمة الحلوة واحنا المصريين بيحب جبر الخاطر جدا 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 ودايما نقول جبر الخواطر على الله والكلام الطيب بيطيب الخواطر ويزيل الخلاف ويجل القلوب لغاية ما تصفه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الرجل اللي يتكلم والكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات عالف لو بيننا بيرفعه درجات ليه لانه بيرفعه الهم والغم عن اللي الهاله وعشان كده شوف حضرة النبي سمى الكلمة ايه الكلمة الطيبة صدقة ليه الكلمة الطيبة صدقة لان الكلمة الطيبة تطيب خاطر من يسمعها وعشان كده بتعود بالنفع على الناس ومش كل النفع يكون بالمال جبر الخاطر انك تمنع الزعل والشعور بالوجع والفقدان وإحساس بالأمان وتحسس الناس بالأمان وخاصة لو كان أهل بيتك زوجتك أو أولادك ويحسوا ان انت بتحصنهم من المخاطر وانه يبحسوا عن احتواء بديل عارفين الكلمة الطيبة الصدقة لما بتختفي ايه اللي بيحصل؟ يطلع الاحتواء البديل وتطلع على الكلمة المحتالة الكلمة الصيادة لما بيغيب الكلام الطيب الصادق فتظهر كلمة الاحتيال فلما تظهر كلمة الاحتيال ايه اللي يحصل؟ تخطف الزوجة من زوجها وتخطف الزوج من زوجته وبعد كده نيجي نبكي ونقول ده خان بس أنا أظن ان هو اتخزل قبل ما خان أظن ان هي كمان اتخزلت قبل ما خانت أنا مش ده مش تبريل للخيانة الخيانة بشعة والخيانة جريمة والالتماء في أحضان الاحتواء البديل ده جنون وتضياء للحياة والعياذ بالله اقتراب من النار وإلقاء بالنفس في التهلكة لكن احنا ممكن نقع بعون الشيطان على اخواننا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي لما أنا أراد النيونال من صحابي تاني قال له لا تكن عاونة للشيطان على أخيك وعشان كده لازم نقول ان احنا لما الزوجة بتقول كلام طيب وكلام حلو لزوجها هي كده بتحميه زي هو كمان لما بيقولها كلام طيب هو بيحميها الكلام الطيب حصن حصن بايه؟ حصن بالجمال حصن بالراحة حصن بالأمان يبقى لازم نقول ان الزوج والزوجة لما يقولوا كلام لبعض حلو وبيحصنوا بعض من وحوش مسعورة أقول لكم وحوش مسعورة مش بس منتظرة اللي هم بنسميه مطرف التالت المتوحش اللي منتظر واحد من الزوجين يسقط فيأخذه لكن وحوش مسعورة دي كمان داخل الإنسان لما نفسه الأمارة بالسوق تتحول إلى وحش مسعور دي يجي تقوله انت تمت إهانتك انت أصبحت ما بتسويش حاجة لاني ما حدش طيب خطرك ولو بكلمة انت حتى ما بتسويش كلمة عندي شريك حياتك فبتخليه يحس انه ضاع ويبتدي يتهد عمود البيت أنا أقول لكم حاجة أنا واحد من الناس بعتمد الكلمة الطيبة في البيوت عمود البيت عمود البيت هي الكلمة الطيبة وهو تستهينه بتأثير الكلمة الطيبة على نفوس الناس وخاصة الأقربين نفوس الناس في أمس الحاجة للكلمة الطيبة وتأثير عليهم تأثير للعجب ولذلك ما ينفعش ان انت تحتقر الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة من النهاردة لازم تكون في بيوتنا هي أهم دوة للقلوب حد فيكم يشك أن القلوب موجوعة حد فينا يشك أن القلوب محتاجة دوة أعظم كسير وأعظم دوة هي الكلمة الطيبة لأن كلمة طيبة كلمة واحدة كلمة طيبة واحدة ممكن تنفس في قلب إنسان وتوصل إلى قرارة نفسه فتأخذ بإيديه من الهلاك هو إيه اللي بينجي الناس من الانتحار كلمة طيبة والكلمة نور وبعض الكلمات قبور بعض الكلمات قبور وعشان كده روى سيدنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا تكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفة في رواية سبعين خريفة لازم نركز نركز بشكل واضح على كل ما يخرج من أفوهنا مهما كان بسيط وما تقولش إيه هي يعني تأثير كلمة إيه هي يعني لما أقول لابني غور لما أقول لبنتي أنت عتجبيه لي العار لا 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 أبدا اوعى تحتقر ده وفي نفس الوقت هيفيد إيه ابني إن أنا أقوله أنا بحبك هيفيد إيه ابني إن أنا هيفيد إيه بنتي إن أنا أقول لها أنا فخور بيكي لا اوعى تستهين بالكلمة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن ترقى أخاك بوجه انطلق ولو أنطلق ولدك بكلمة طيبة يعني مجرد البشاشة في وش الناس ما بالك بقى كلمة طيبة إيه اللي حاصل؟ تخرج الإنسان من سجن ألمي وسجن وجعه إلى سعة رب العالمين أنا أقول لكم حاجة دايما كنت أتعلم من أهلي وأحبابي اللي علموني وفاهموني يعني إيه الحياة إن الكلمة الطيبة هو تحرير الناس من سجن مخاوفهم الكلمة الطيبة هو الباب الواسع اللي بيفصل للإنسان ما بين جحيم النفس ووسعة رب العالمين الكلمة الطيبة ممكن تخلي إنسان يخرج من الضياع إلى الهداية ولذلك تذكروا أني ربنا لما أراد أن يصف عبدا من عبادة الذين اصطفاهم وصفوا بأنه كلمة إذن يا سادة ربنا قادر يغير القلوب ويؤلفها على بعض بس أنت تسعى بكل اللي تقدر عليه وأول حاجة لازم تتوقن إن هي بتساعد وبتسعى في الناس هي الكلمة الطيبة وربنا هو اللي قادر يسلح الأحوال وعشان كده هقول لكم شوية إجراءات ممكن نتخذها عشان نتعود على الكلمة الطيبة أول حاجة اتعود إن أنت تختار ألفاظ حسنة تلقب بيها الناس اللي حواليك يعني مثلا بنتك تقول له يا أمر ابنك تقول له يا بطل اتعود إن أنت تقول لأولادك التعبيرات اللي فيها حب اللي فيها فخر اللي فيها اعتزاز ونفس الكلام أنت مش هتخسر حاجة لما تقول لزوجتك يا أمرتي ولا تقول لها يا حبيبتي مش هتخسر حاجة خالص وانت مش هتخسر حاجة لما تسمي جوزك بطلي الألقاب اللي انتو هتلقبوا بيها بعض هتكون كلمة طيبة مكتوبة لكم يوم القيامة وخلي بالكم إن موازين الأشياء اللي بتتم داخل البيوت بتكون مضاعفة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وآله 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 و� يكونوا في البيت يا سادة أهلك لازم تكون تسبب لنجاتهم أفضل طريقة لنجات أهل بيتك أن أنت تستخدم معهم الكلمة الطيبة يبقى لقب أهل بيتك بألقاب جميلة وحسنة الحاجة التانية والمهمة عشان تتعود على الكلمة الطيبة وعشان تتعود على الكلمة الطيبة ذات التأثير أن أنت على طول اتعود أن أنت يكون في كلامك دعا حبيبي ربنا يباري فيك بنتي ربنا يكرمك كان ده موجود في حياتنا كتير كنا متعودين لأي حد يتكلم يدعي اختفى ده مثلا على سبيل المثال ممكن تديني ده ربنا يفتح عليك ممكن تاخد ده ربنا إن شاء الله يكرمك ويسعدك اتعود أن أنت طول الوقت تدعي وأدعية صغيرة كده تحسسهم أن يا أول الله محتاج هتلاقي على طول هو بيقولك والله أنا محتاج الدعاء ده يبقى أدعية قصيرة مع كل حاجة هيقول لنا أنا فاضي هو ده مش ده رد الناس أصحاب الكلمة الطيبة يبقى أول حاجة لقب الناس بألقاب حسنة تاني حاجة استخدم الدعاء دائما وانت بتتعامل مع الناس تالت حاجة وحاجة مهمة جدا 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 إيه هي دايما لما حد ييجي تتكلم معاك ابتسم وقوله ربنا يفتح عليك لازم تقوله كلام إيجابي بيبين أن أنت ممتن على كلامه اتعود أن أنت تمتن كمان اتعود أن أنت يبقى الشكر كتير في حياتك ما ينفعش أن حد يجيب لك كباية وما تشكرش ما ينفعش أن أولادك يعملول لك حاجة وتعتبر أن ده فرض عليه مش بنتكلم على مسألة مين ملزم بإيه لكن أنت لازم تتعود على الشكر يبقى لازم تتعود على الشكر آخر حاجة تعملها عشان تتعود على الكلام الحلو شجع الناس أن تتكلم بكلام حلو معاك ولما حد يقول لك كلمة حلوة ما تكذبوش صدقوا صدقوا يعني إيه خليه يتعود على أن يطلع أحسن ما فيه الأربع حاجات دي لو عملناها هنكون أصحاب الكلمة الطيبة و هتكون كلمتنا طيبة مطيبة للخواطر وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا بكلامنا الطيب واجعلنا من الطيبين الذين يبقون ويعيشون ويتلززون ويشربون من كأس حضرة الطيب سبحانه وتعالى يا رب جعلنا دايما طيبين لا نتكلم إلا بالكلام الطيب يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي بأسئلتكم المباركة التي وصلتنا لنجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والله تعسروا الصفحة اللي احنا بنلتقي عليها وبنتلقى عليها أنواركم وبركاتكم وأسئلتكم اللي بتخلينا دايما في مجالس العلم وبتكون جسر من النور توصلنا إلى أن احنا نكون دائما في حضرة مولانا سبحانه وتعالى أول سؤال وصلنا بيقول هل يجوز الاطلاع على برج اليوم أو طبعا بيقول على أو عصده على حظك اليوم أو على الأبراج خلينا نقول حاجة مهمة جدا أني لازم نفرق ما بين إتيان العراف وقراءة الأبراج اليومية وقراءة هذا فيه فرق كبير جدا جدا من النظر في أحوال الناس أنه إيه حكاية علم الكلام عن الأبراج وما يتعلق بالنجوم الناس قعدوا سنوات طويلة بل عقود من الزمان بل مئات من الزمان يحللوا علاقة الإنسان بدورة الأفلاك ووجدوا حاجة غريبة جدا جدا أن فيه موافقات ما بين اللي بيتولدوا في بعض الأوقات أنهم يبقى لهم صفات معينة ونشأ على ده على ضفاف ده كثير من مسائل النظر في النجوم تذكروا الراهب بحيرة كيف أنه لما وجد أثر من الأثار استدل على وجود حضرة النبي ولما كان بينظر في السماوات استدل على أن هذا الزمان هو زمان خروج النبي صلى الله عليه وسلم وظل ينتظر يترصد القوافل بحثا عن أن يظهر النبي المنتظر في هذا الوقت فلما وجد هذه الأمارة أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سار ظللته غمامة عرف أن هذا هو النبي وبلغ ما يسره اللي هو خادم السيدة خديجة الشاهد من ده إيه؟ أن فيه ارتباط فيه علوم كده بتقول كتيرة أن فيه ارتباط ما بين الإنسان والأفلاك وأكتر حاجة بتدل على ده دلوقتي حاجة مهمة جدا أن التغير المناخي أنا عايز أقول لكم أن التغير المناخي أتدى إلى مزاجية غريبة في حياة الناس إذن هناك ارتباط ما بيننا وما بين العوالم اللي حوالينا ربنا ما جعلش الإنسان مفصول عن سائر العوالم اللي حواليه أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن فيه فرق كبير من إن إحنا نعرف بعض الصفات عن بعض البشر لإن خلاص اتضح والناس جربوها على إن مثلا الموليد برج التور عندهم حالة من حالات العطفية الشديدة وحالة من حالات الانفعال وحالة من حالات إذن هذه الصفات إحنا بنشوفها مشاهدة فدي جات من إيه؟ من هذا الرصد وهذا التجريب طب الرصد والتجريب دي من صفات العلوم فإذا كنا بنتكلم على ده الكلام عن العلاقة ما بين الأشياء اللي بتمر في الأيام والليالي وبنرصدها وبنكتبها وبنضعها في شكل تعريف للإنسان بنفسه لا بلا شك إن الحياة دي قد تكون مفيدة طب إيه بقى نعمل إيه في مسألة الزهب إلى العراف لا الزهب إلى العراف حاجة تانية من ذهب إلى عراف ييجب ناس مغفلين يبصوا في الفنجال أو ييجب ناس مغفلين ما يكونش عندهم هذه الرصد وهذا العلم وهذا الفن فيتكلموا على مسألة إيه إلى مسألة إن هو يبص في في الجنجال فيعرف اللي يحصل بعد كده إيه أو يبص في الأفلاك فيعرف اللي هو يحصل إيه لا اللي بيحصل فيما يتعلق بما يكتب كل يوم ده بيقولوا والله إن إحنا الشخص اللي ليه السمات الفلانية اللي تولد في الوقت الفلاني ده اللي بيحصل دلوقتي إنه فيه حاجات بتجعله في استعداد إنه يكون عصف فما تتخذ قرارات النهار طيب ده إن أنت ما تتخذ قرارات وإنت عصبي كلام حلو كلام حسن فأنا لما أشوف ده فيكون سبب من أسباب إرشادي إلى شيء حسن جيد لكن ما جعلهوش هو العمدة في اتخاذ قراراتي هو ده الخطر آه لا فأنا لو طلعت على ده ففيه حاجة نبهتني إلى خطأ أو بشرتني بحاجة جميلة تمو ده حاجة حلوة قوي آه يبقى الحاجات دي لما أقرأها فتحزدني من خطأ عندي ده شيء في عون أو تكمان تبشرني بشيء حسن فأنا أصلا عبد فضل الله سبحانه وتعالى امتى بقى بيكون ده خطأ لما ندخل بقى في المسألة اللي اتطلع على الغيب وأصدقه وأعيش بي وأبني قراراتي عليه لا ده هو ده الخطأ يبقى احنا لا عن نذهب ليه حد بيشوف الفنجال ولا عن نذهب إلى عراف واللي بيكتب في الجرايد ده ليس من قبيل عمل العرافين ولكن ده من قبيل علوم بقايا علوم قديمة فيما يتعلق بحياة الإنسان ودوران الأفلاك وإيه اللي حصل كانوا يشوفوا فيجدوا إن في وقت من الأوقات النجوم بتاخد شكل الطور فيعملوا كده فحصل هذه المسألة يبقى إذن هذه الأشياء إن ساعدت على التخلص من خطأ فحسن وإن ساعدت على التخلص على كمان الاستبشار فشيء حسن لكن احنا اللي بنبني عليها قرارات ولكن كمان بتكون هي محذرات أو مبشرات أو مبشرات إلى هذا بينتهي درها لا بتطلعنا على الغيب ولا بإحنا بنتيقن إن هي بتكشف لنا عن الغيب لو حصل كده إيه بقى إحنا دخلنا في ذهاب العراف ودوت مش وارد في الناس اللي بيتطلعوا على ما يكتب فيه ما يتعلق بحظك اليوم إذن مسألة واضحة إن لأ مش هيبقى هو ذهب إلى العراف وصدقه فكفر بما ينزق لا مش هو ده مش هو ده خالص لا مش هو ده لكن التاني اللي بيروح ويروح لحد يفتح له مندل ويقرار الفنجال وياخد قراره وهو مصدق ومتيقن إن اللي هو ألهله قارئ الفنجال أو قارئة الفنجال أو اللي ألهله ذلك العراف هو اليقين وإنه هو كشف له عن بكرة ويمشي وراه هو ده الخطأ هو ده الحرام هو ده الذي لا يجوز السؤال التاني بيقول السلام عليكم يا دكتور حضرتك أنا جوزي سيبني عند أهلي بسبب أن والدته شغل دماغه ببنت أخته وليه ست شكور ومش بيسأل علي خالص ولا حتى بيسأل على بنته ومش بيصرف علينا خالص وأهله مشجعين وعلى كده وأنا متجوزة ليه سنة ونص سنة ونص وبقالك ست شكور يعني أنت يعني الجواز عمره في السنة ونص دي أقل من سنة وأهله مشجعينه وعلى كده وأنا متجوزة ليه سنة ونص ومش بيحب بنته علشان هي بنت مش ولد ومش حاب ألجأ للقضاء هلينفع أرجع بيتي من نفسي بعد الفترة دي ولا أعمل إيه آه ينفع ترجعي بيتك أيها طبعا ما فيش حاجة يعني ما فيش مش هتلاقي وحشة هناك يعني بالعكس أنت رو رجعت بيتك ورجعت بيتك وقعدتي وأول حاجة عشان ترجعي بيتك عشان ترجعي بيتك صح شيء للأفكار اللي في دماغك دي أني حماتك عايزة تجوزوا بنت أختها فعايزة تطلقوا منك وهي في الأساس لا زوجك عايزة تجوزها ولا أصلا هي بتفكر في بنت أختها طب وعشان كده إيه اللي حاصل لابد أن أنت ترجعي عن الأفكار اللي في دماغك دي فلما ترجعي في البيت ترجعي في البيت ونفسك منتشرح طيب أعمل إيه سألتيني أعمل إيه أول حاجة لما ترجعي البيت ترجعي البيت وتعبري لزوجك أن أنت رجعت لأنك أنت بينكم علاقة ربنا سبحانه تعالى كتب لكم وهي نعمة من نعمة ربنا وهي الجواز وأنا بحبك وعايزين نقعد مع بعض ونتكلم شوية كلام فنقعد مع بعض ونتكلم وإحنا بنتكلم كلام الأحباب مش كلام الأعداء ولا كلام الأضاء أنت مش قاضي عتحكمي لكن أنت حبيبته اللي عايزة تقربي منه فلذلك لازم معيار أن أنت نجحت في ده أن تخليه يخرج في قلبه ويخرج للكلام حلو وده مش هيحصل غير لما نعمل كده اللي أنت فيه ده طبيعي في سنوات الجواز الأولى مش طبيعي مش قصد طبيعي أنه مقبول يعني لا بيحصل كتير يعني إيه بمتكرر ده متكرر للناس ما تفهمش بعضها متكرر أن أنت ما تقدرش تتطبعي مع حماتك فيحصل صراع فيعمل إيه لسه كنا النهاردة بنتكلم عن الكلمة لإيه الكلمة الطيبة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبأنه عدوة كأنه ولي ونحميم يبقى أنت محتاجة تستخدم الكلمة الحسنة بكثرة ومحتاجة أن أنت تقرابي من جوزك مش تبعدي وتسيبي البيت لمدة ستة شهر ده حاجة مش صحيح أنت طبعا عشان إحنا عندنا شوية حاجات بقى بدل خرجتي من بيتي بدل خرجتي من بيتي وهو اللي لازم يجي أخدها وهو اللي لازم يرجعها ما إحنا عندنا حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مهمة جدا 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 بيقول فخيرهم الذي يبدأ بالسلام إذا التقى المسلمان فيشوحوا هذا بيواجه ويشوحوا هذا بيواجه مين الأحسن الذي يبدأ بالسلام هالفكرة ده مش جوزك ده مش عدوك ده زوجك حبيبك فأنت لما ترجع لحبيبك ده حاجة مش وحشة أه طبعا بس تتا تيجي تقول أنت بتشجع رجالة عشان هما رجالة لا هي بتسألني اوعى لما حد يسألك ما تكونش عاون الله على الخير اوعى عشان أنت خايف أن أنت يتقال عليك أن أنت بتيجي عليه أبدا أنت بتيجي على نفسه الأمارة بالسوق تخيل كده لو هي قالت لي اوعى اقول لا اوعى هو المفروض يحفظ كرامتك وابتدي بقى أتلاعب بقى وقفهم الأحاديث بشكل غير صحيح خيرا وهو ما استوصص بيك خيرا وأنه لو أنت رجعت يبقى أنت كده كسرت نفسك لو أنت لازم تكوني قوية ولازم تكون مستقلة إيه ده إيه ده هسألك سؤال لو اتنين أصدقاء لو اتنين أصدقاء أنا هسألك لو اتنين أصدقاء وزيعهم من بعض فواحد رجع للتاني هتقوله هوي الله يفتح عليك أنت إنسان مخلص للصداقة دي طب اسمعوا أن الدوات اللي حصل في قطار السواك ما بنقبلوش آه لأن إحنا عندنا شوية حاجات النفس الأمر بالسوق لأن فيه شيطان وأشد الشياطين والشياطين اللي التي تفرق بين الرجل وزوجتي أنا بقولي الكلام ده نفطري بس عشان ما حدش يستعجل نفطرد لو أني السؤال ده بيسألوا لي رجل هقوله نفس الكلام نفس الكلام هقوله لو أنت روحت ده ما فيش كسر الكرامتك وانت كده تبقى رجل وبقى رجلتك كاملة زي ما أنا بقول لها كده أنت تبقى بنت ناس وبنت أصول لو عملت كده ليه بتتبع شرع ربنا بتتبع كمان الأخلاق الكريمة الفضلة العالية أنت بتعملي ما يتناسب معه للكرم والأخلاق العالية طب أنا بقولك الكلام ده ليه عشان أكون عاونة لك على نفسك الأمر بالسوق وعلى شيطانك فلو رجعتي آه بس أنا بقولك أنت عشان ترجوعك ده يبقى مليء مش بقولك رجوعك ده عشان يبقى إيه ما بيهنش كرمتك لا خالص إيه وقت فكري وإنت بتعمل مع زوجك ده وساعة ما تحس أن فيه حاجة بتهين كرمتك قولي تعاق عودي معاه من غير ما تقولي له أن أنت بتهين كرمتك ولكن قولي له أنا بحس وده وخلي دي طريقتك دايما ما تتهمهوش لكن قولي أنا بحس بكذا أنا بتوجع أنا بحس أن فيه أنا الكرمتي ما تقولي لهش أنت بتهني لأنه طبيعي هو مش قصد فييجي يقولك أنا والله ما قصد أنت اللي بتسيئي لي وانت اللي فكرك عني شيء سيء وانت اللي أهلك مليين دماغك لا بلاش كل ده لما تيجي تتكلم مع شريك حياتك قوله أنا حاسس بيه ما تقوليهش أنت عملت فيه كذا لأنه في الحقيقة مش هنقدر ننسيب له حاجة إذا ما كانتش هو مريد وإحنا ما نعرفش هو مريد ولا لأ لكن اللي أنا متيقن منه إن أنا موجوع أتكلم عن وجعي يبقى أول حاجة هنقعد قاعدة أنت هتروح تقولي له أنا رجعت البيت حبيبي وبيت زوجي فأنت حبيبي وزوجي أمر الثاني إحنا عايزين نقعد مع بعض نقعد مع بعض عشان نفكر في مستقبان مش عشان أحكمك إحنا عايزين نفكر في مستقباننا إزاي بقى سعيد الكلام ده يخلي الراجل مهما كان حصل عقله يرجع له ويبتدي يفكر بطريقة مختلفة حاجة الثالثة لما تيجي تعبري عن مشاعرك بعد كده عبري عن مشاعرك مش اتكلمي على إنه هو أزاكي إزاي لأنه في كتير من الجالة بيبقى حسين إنه عملوا كل عليهم فلما تيجي زوجها تقوله أنت أزيتني يحس إنه هي ما بتفهموش وبعيد عنه قوي لكن لما بتقوله أنا موجوعة هو ممكن يفكر بالحنية إزاي يحن عليها وإزاي يحقق قوله صلى الله عليه وسلم استوصب النساء خيرا السؤال بعد كده بيقول غالبا ما أسرح بخيالي وتفكيري أثناء الصلاة وللتغلب على هذه المشكلة أقرأ القرآن جهرا حتى في الصلاة السرية على أنا مخطئة في ذلك أنت مفروض تسأليني سؤاليني هل صلاة باطلة في ذلك أقول لك لا لأن الجهر والسر دولة إيه من هيئات الصلاة لكن بتسأليني مخطئة أنا شايف إن ده مخطئة فيه ليه لأن دوت قد يكون بيدعم الوسواس اللي عندك أنا فكرة إن أنت بتسراحي بخيالك وتفكيرك أنا مش شايف إنه هو دوت أنا شايف إن فيه حاجة لو أنا فاهم صح يعني أنا شايف إن دم السراحان بخيالك وتفكيرك تقدمه هو ده نوع من أنواع لو صح التعبير الوسواس أنت حس إن الكلام الكتير ده عيفسد عليك صلاتك فأنت بديه في طريق الوسواس فبتحاول تقوم الوسواس ده بإن كنت تتعل صوتك فتستعيني بصوتك على إن كنت تشغالي نفسك عن التفكير اللي في دماغك وعن الصوت اللي جواه دماغك الصحيح إن أنت تعملي حاجة تانية خالص إن أنت لو بتسرحي إن أنت تقرأي الآيات وبينها فواصل فتقولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا ده يساعدك على التركيز إن أنت تقرأي بتؤدة وبهدوء ولما تقرأي بتؤدة وهدوء إيه اللي يحصل؟ هيبقى عندك حالة من حالات ماذا؟ حالة من حالات الهدوء اللي بيه ممكن تقدر توصلي إن أنت تكوني في صلاتك من أهل اللي استحضاره ومن أهل الحضور يبقى أنت تقرأي بتؤدة الأمر الثاني تخلي جل جزء من أجزاء صلاتك فيه حاجة بتربطك بيها يعني لما تيجي في الركوع ارجعي إلى فكرة إن الرجوع ده من أعلى درجات التزل لله سبحانه وتعالى ولما تروح للسجود افتكري إن ده من أقرب المنازم من الله سبحانه وتعالى فيك التري من الدعاء في السجود كل ما تربطي صلاتك بحاجات زي كده هتلاقي التفكير ده وتذهب وهتلاقي الوسواس شيئاً فشيئاً خف وبتديت تقبيلي على الله سبحانه وتعالى وده شيء مهم جداً 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 السؤال اللي بعد كده بيقول بتقول أنا متزوجة في شقة حماتي ومن يوم ما اتجوزت وأنا في مشاكل بسبب الشقة علشان حماتي قاعدة معايا خلص السؤال لا بس أياه مفروض بها وعايزة تسأل إيه هو أنا ينفع إن أنا أطلب إن حماتي ما تبقاش معايا في الشقة أو إن أنا أطلب سكن مستقل آه يا جوز بالعكس والأساس إن أنت بقي عندك سكن مستقل أما ليبقى إيه بقى أما نعمل إيه تحسني إلى حماتك وتحاول بقدر الإمكان إن أنت تكوني محسنة إليها وتعملي ده جميلة لزوجك طيب حماتك بتعمل إيه بتصير المشاكل حاول إن أنت ما تركزش معاها أنت طبعا مش عايزة تقولي الحقيقة الحقيقة أن أنت حسة أن أنت طول الوقت حسة أن في حد مضيق عليك حياتك بياخد منك زوجك حسة أن أنت مش على راحتك حاولي تحولي المسألة دي أن أنت بتحسني إلى زوجك لأن أقرب طريق لقلب جوزك هو حماتك هو يا أمه كل ما أحسنت إليها كل ما ده يشرح صدره طب عتعملي إيه في وجعك وفي ديئك وفي كده حاول بقدر الإمكان أن أنت تتعامل معها على أن هي شخص بيحاول بقدر الإمكان يخرج أحسن ما فيك فخرجي أحسن ما فيك خرجي الصبر خرجي حسن الإدارة للمواقف خرجي كمان الراحة والطمأنينة وخليها كمان تدخل فيه برنامج لحياتك تفكر في حاجات تسعيدة تشغليها بيها وده هيفتح عليك الخير والبركة والنور يا سادة يمسح بها على قلوب الناس ويخلي قلوب الناس تتذكر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليها فتطيب القلوب بطيب نظر الطيب سبحانه وتعالى يا رب الهمنا أن احنا دايماً نكون من أهل الكلمة الطيبة فنكون من الطيبين الذين تقبلهم يا طيب يا جميل يا رب العالمين